اشتركوا في القناة وتسندها رؤية ملكية سديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه وأشارت إلى أن مملكة البحرين عملت على توفير بنية تنفيذية عصرية وقوانين وتشريعات حضارية ومبادرات إبداعية خلاقة قادرة على استيعاب الشباب وأوضحت أن كل الجهود والمبادرات جاءت برعاية واهتمام من جلالة الملك المفده وجعلت البحرين نموذجا يحتذا في منح الشباب دورهم الأساسي لقيادة المملكة جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب في المنتدى السنوي لتطوير النظام البرلماني في العاصمة الروسية موسكو حيث أشارت زينا إلى أن الأمن الدولي بحاجة مستمرة لحوار برلماني فاعل بهدف سن التشريعات القانونية اللازمة من أجل السلم والاستقرار كما واستعرضت معاليها تجربة البحرين الرائدة في المجال الشبابي مؤكدة أن من ضمن المبادرات الشبابية الهامة في البحرين جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي والتي تهدف إلى تنمية المهارات الشابة